السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من مطه بيلا هنم عمونة هقدم لكم النهاردة طريقة الغريبة الغريبة بقى دايبة بقى بكل تكتها واسرارها بقى وطفاصلها ما اقولكوش يعني ومدلعها لكو اخر دلع شايفين؟ يعني من الاخر كده خطيرة تعالوا معي بقى نشوف المقادير والطريقة معي هنا بقى المقادير بتاعتي 3 كباية 8 دقيق عاملين 500 جرام دقيق بالضبط شايفين شكل الكباية مش مليانة على الاخر انا مسحيها بس كده وكمان نقصة شوية دول 500 جرام هنا بقى السكر معي 125 جرام يعني كباية ونقصة عقلة واحدة من الصباح شايفين شكلها عاملة ازاي؟ سكر بودر معي هنا بقى 250 جرام من السمنة الصيحة او الزبدة الصيحة ومبرضاها في التلاجة بالشكل ده يعني كباية مليانة ممتلئة للاخر وبقى فانيليا اول مرحلة معي هنزل الزبدة او الزمنة اللي معي وهي بردة بالشكل ده وهضيف عليها السكر وهضربها بايدي ما بتاخدش حاجة ياني حوالي تلات دقائق بالضبط بتكوني مخلصها واحطي باكل فانيليو هفكك بس الزبدة لانها كانت بردة معي جامد يعني مش مش سهل انها تضرب بفككها كده بصوابع وبعد كده بضربها بالشكل ده ما بتاخدش معاك كتير وقت الطريقة دي جميلة جدا 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 يعني لو جربتوها اتعشقوها بجد معي هنا بقى فيه نوعية من الدقيب بتشرب وفيه نوعية ما بتشربش بضيف انا لبسه كل ما بلاقي العجينة محتاجة بضيف شوية كل ما بلاقي العجينة محتاج بضيف شوية هيعتقدهم كلهم بس برضو في نوعية من دي بتشرب بسرعة السوال فممكن ما تحتاجش منك الكمية كلها لو حسيت ان بعد ما اخدت التلات كوبات العجينة فرولت منك وفكت منك تقدر انك انت تدفلها معلقتين تاني من السمنة هتلم معاك بسهولة لانها بتكون اخدت يعني النواشف اكتر من السوال كده العجينة معايا يعني كويسة جدا ملمت معايا هنا بقى سبيب ومعايا فوز دقم ما دول اللي انا هزين بيهم التزيين ده بقى حسب رغبتك بكوار بقراط صغيرة بالشكل ده ما بنزلش عليها بططها بايدي كده لأ بس بها بزي ما هي فاجي بعمل شكل دوريات كده بلبلبلة او تقدر انك انت بالمعلقة او بغطأ زيزة تلات حاجات دول يا بمعلقة يا بلبلة يا بغطأ زيزة بعمل شكل كده مستطير من كل الاتجاهات كده وبسيب اتجاه واحد ما فيهوش حاجة اللي انا هحط فيه الفصل شايفين بنفس الشكل كده بقى هكمل بقى الكمية اللي معايا وهعمل كمان من اللي هو الشكل التقليدي العادي خالص بتاعنا هعمل لكم برضو منه يعني هنشكل الغريبة ما حضر الفن على درجة حرارة مية والفن لو معاك يسخن يبقى درجة حرارة تمانين يعني لو فنك بيحرق الحاجة يبقى في الدرجة حرارة بس تمانين والشبكة في اعلى الفن مش من النص ومش من تحت اعلى الفن وادخليها بتفضل ربع ساعة بالزبط وبتكون استوى لما تقدر انك انت يتحركيها من مكانها كده وتتحرك معاك اه هتبصم في صوابعك هتعلم في صوابعك بس برضو بتحركيها بسهولة خلص بقى الكمية اللي معايا كلها وادخلها على الفن دي اول كمية خلصت معايا دي بقى الكمية اللي انا هعملها بالعادي خالص بالشكل التقليدي بتاعنا انا دايما بحب الغريبس وغيرك ده ما بحبش الاحجام الكبيرة ما تقلقيش لا هتفرش منك ولا هتلزق في بعضها ولا اي حاجة يعني شايفين انا مش تايبة مساحات كبيرة ما بينهم والكلام ده كله لأ ما بتلزقش ومش هتفرش منك الطريقة دي جميلة جدا برضو هسوي دوت على نفس درجة حرارة اللي احنا قلنا عليها درجة حرارة تمانين لو الفرن صخن على الاخر درجة حرارة مية لو فرنك مزبوط ودي المقاديل الكمية اللي قطعت معايا ما شاء الله يعني كمية كبيرة ما شاء الله من من ربع كيلو زبدة حاسب لكم ان شاء الله المقاديل مكتوبة في صندوق الوصف بالجروم وبالكوباية شايفين شكلها خطيرة ودايبة بقى دوب يعني شايفين مطرح ما بشي لها بصابع يعني معلمة في ايدز خطيرة دي طريقة النهاردة في التقديم يا رب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي وانا النحال